بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد طيبا كثيرا من ذراكم في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدادي كلماته وحتى يرضى وإذا راجعوا مع بعض الرضا ونصلي ونسلم على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيتي وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة عن الووتر سايكل أو دورة الماء بنشوف مع بعض الدورة أهي هي شكل مبسط خالص ننتبه بس أن المستطيل للمناقة اللي برا ده دائما بيمثل النظام البيئي يعني النظام المزرعة اللي احنا واتنها أو خيز معين أو محمية طبيعية أي أن كان المنطقة من الأرض اللي احنا محددين لحدود بتاعتها بنشوف المكونات دي جواه اللي بتحتوي على المكونات النظام البيئي المكونات الحية اللي هي المنتجات والمستهلكات والمحللات محددينها بمستطيل أهو اللي هو المكون الحيوي للنظام البيئي ثم المكون غير الحي بقى اللي هو الهوى والمية والأرض والبحاق إلى آخره المكون غير الحيوي أو غير الحي للنظام البيئي هنبدأ مع بعض هنا بالمية إن هي بتكون موجودة في الجو في شكل صحب فعشان المية تنزل من الهوى أو من الجو عشان تنزل هتنزل ازاي؟ عن طريق حاجة واحدة اللي هي غريبا بتكون أمطار طبعا مستحب تنزل في سورة برد أو تلج صغير كده لكن بنتكلم على أمطار الأمطار دي بتنزل إما على الأرض بتروح بقى للطربة والأنهار والبحيرات إلى آخره أو بتنزل في المحيطات طب المية ازاي هتتحرك من المحيطات والأرض بالشكل ده كده ترجع تاني للهوى عن طريق ما يعرف بالأفابوريشن أو البقر بالشكل ده طب هل المية بتحرك من هنا إلى هنا؟ أيوة هل ما بتنزل المية من على الجبال وبتنزل في الأنهار لازم بتصب في الآخر في المحيطات والبحار ده بيسموه جريان سطحي يبقى احنا شوفنا المية نزلة بأمطار بترجع تاني في سورة بخ ثم الجراوند ووتر اللي هي بتحرك بشكل جريان سطحي من الأرض إلى المحيطات طيب هنا ده كده دوران المية في المكون غير الحيوي هنا ازاي هتنتقل من هنا للمكون الحيوي بطريقتين يا إما النبات والله هيمتصها يا إما الإنسان بياخد من الأنهار مية الشرب بتاعته عشان يشربها سواء المية بقى راحت للمنتجات أو راحت للمستهلكات إلا راحت للمنتجات هيحصل إيه؟ إنه هتتكون بيها تعمل مع البناء الضوئي وكذا وتخش في أجسمها بتتاكل أو بتستهلك عن طريق المستهلكات إنسان وحيوانات إلى آخره سواء المستهلكات أو المنتجات الاتنين بيرجعوا يتحللوا عن طريق المحللات وبينزلوا في الطربة مرة تاني المية بتطلع من المربع ده اللي هو المنتج الحيوي إلى فوق يعني فوق يعني إيه؟ بترجع بقى تاني سواء للطربة أو ترجع للجوة أو أي أن كان إزاي المحللات هتحللها وحترجحها للطربة تاني ولو فيه جزء هيتطلع في سورة بخر هو الحقيقة مش هيبقى بخر بقى من الطربة بخر أو نتح بقى هنا نتح النباتات أو فضلات الحيوانات بقى سواء عرق أو تتبخر وحتطلع في الهوى إلى آخر هذه الأمور يبقى المية سواء كانت في المستهلكات أو من المنتجات ودخلها في أجسام الكائنات دي لما هتتحلل هترجع تاني للطربة بالشكل ده ياما هتتبخر ياما هيحصل نتح للنباتات أو فضلات وحيوانات وحترجع مرة تانية يبقى ده التركيب ببسيط وده طبعا هنفهمه وحنشوفه لو إحنا شفنا الفيديو بالشكل ده كده اهو ادي الوتر سايكل هنا زي ما هو واضح قدامنا انه بيحصل إيفابوريشن مية الأرض أو البحار أو المحيطات بيحصل لها إيه تبخر عن نتيجة وجود الشمس هنا والحرارة العالية بيحصل إيه بيحصل تبخر إيفابوريشن طيب لما يحصل مية تبخر هنا هيحصل لها كوندنسيشن يعني تكثيف تتكسف وتعمل سحب بالشكل اللي احنا شايفين ده طيب السحب بقى هيحصل لها ايه هتنزل بفصولة مطر اللي هو بريسبيتيشن مطر او في شكل ثلج او برد الاخره اهو بالشكل ده كده على اعالي الجبال او الامطار فبتنزل المية بتاعت الامطار دي هتنزل على التربة وهتنزل تملة الانهار هتروح فين بعد كده اه هتيجي المية اللي نازلة من الجبال دي هتعمل اللي هو ايه تنزل عشان تصوب في المصبط هنا او لو كانت حتى تحت الارض اللي هي جراون دوتر وهتنزل هنا يبقى ايزا المية تبخرت اتكسفت اترصبت في شورة اه امطار او تلج وبتنزل بجرايان سطحي اللي هو الان اوف بتنزل من الماكنة عالية وتنزل للبحار المحيطات او الجرايان اللي ايه تحت الارض ها اهو اهو نتأكد ان احنا فهمنا بقى المية لما ايه حصلها هنا ايه ايه ايوه ايهه ايفابوريشن بخر تبخرت وبعدين تتجمعت في شورة صحب اللي هي ايه كوندنسيشن بالشكل ده طيب وبعد كده نزلت من فوق ازاي عن طريق البستبيتيشن اللي هو الترصيب او اللي نزلت على خطوط مطر طيب بعدين في جراين سطحي اهو بتاع المجلة هنا وادي جراوند ووتر اللي هي المية الجوفية اللي بتنزل في متخزنة في باطن الارض طيب ده شكل من الاشكال نشوف فيديو اخر كده ادي شكل تاني او فيديو تاني بنشوف الووتر سايكل نفس الكلام هو هو بيحصل ايفابوريشن الافوريشن بيحصل من المية بتاعت البحر والمحتاط والانهار وبيحصل برضو صعود مية من عن طريق الترانسابيريشن او النتح المهم سواء الافوريشن او الترانسابيريشن حينتق في الاخر التكثيف صحب تتحرك مع الرياح عشان تنزل تمطر سبب مش بس هتمطر هنا على اعالي الجبال او تمطر في اي مكان المية هتنزل للطربة مرة تانية هتروح يعمى مع الانهار وتعمل جراين سطحي اللي احنا شايفينه ده هنا او بتنزل في باطن الارض وتتجمع هنا هوات في الباطن الارض يبقى بيحصل ترانسابيريشن نتح ده بيفقد المية او او تبخر ثم يحصل تكثيف ثم ترسيب عن طريق الامطار وخلافه ده فيديو تاني نشوف فيديو كانت هادي فيديو اخر هنشوفه في شكل اوتو بالشكل ده كده او ايه اللي حيحصل هنا اللي حيحصل ان المية بيحصل انها رين امطار بتبتدي تنزل على كل مكان سواها تنزل حتمرة في التربة الارضية او في الانهار او في المحيطات الى اخر هذه الامور هيحصل تغزين للمية بالشكل ده هنا اما الانسان هيسحبها ويستهلكها على طول او بتتخزن او بتمتصب وسط النباتات ده اللي هو الوطر استروجيا او تغزين المية زي ما احنا شايفين النهار او الشمس دي بتعمل حرارة فبتؤدي الى فيبر او بقار تبخر المية او بيحصل نتح من النباتات فده كله بيصعد فوق المية دي وتلون سحب اللي هي عملية ايه كوندنسيشن او تكسيف لها كلاوتز الصحب اهي بالشكل ده اهي هتتجمع وترجع تمطر مرة تانية وهكذا يبقى حصل ان مطرت المية تحت النباتة امتصها اهو النباتة امتصها او الانسان شربها بعد كده بيحصل ايه بيحصل انها بتتخزن وبعدين تتبخر بعدين تتجمع وبعدين تمطر مرة تانية وكده بنكون استكملنا دورة المية في الطبيعة شفناها باكتر من فيديو ان شاء الله ان كنت احسنت فمن الله وان كنت نسيت شيئا او اخطأت فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيه رياء ولا سمع والى ان نلتقي في فيديو جديد من مشيئة الله من مشيئات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة